بالله في ادق مني بالمواعيد خلاص على الوحدة يعني على الوحدة نستنى الجماعة اهلا اهلا حابين تاخدوا زي المحاضرة الماضية ولا تعبتم حكي انا ما بدنا نتعب اهلا وسهلا اهلا اخبارك طموني عنكم ان شاء الله بخير درست محاضرة مبارح راح استنى كمان شوية وبعدين ابلش اخبارك طموني أخبارك طموني اليوم ان شاء الله رح نكمل على جهاز التنفسي تمام رح نشوف شو كمان المشاكل اللي بتصير عنا بيه الجهاز التنفسي تمام ان شاء الله يكون الموضوع سهل اليوم بطلق بس قبل ما ابلش في بنت نبهتني على شغلة وانا اسفة لكن انا حكيتها لكن ما حكيتها بالتفصيل ارجعوا لي لمرض كرونيك برونكايتس اخر مرض اخدناه تمام يمكن عشان اخر اشي وانتو تعبتو فيمكن انا استعجلت هي بس كلمة ما حكيتها بالكرونيك برونكايتس تمام حكينا انه بصير عنده بيتغير اللون تمام اللي هو بصير مش مبصير عنده الله مصدد محمد اه كف فالكف اللي عم بينتجه او اللي عم بيطلعه اه بيطلع معه بلغم تمام فهذا البلغم بيكون يعني غير اللون الطبيعي فلونه بيكون ميال على اليلو او على الجرين بس هاي اللي ما حكيتها بيكون ميال على الاصفر او الاخضر تمام تمام بس هيك اوكي يلا خلينا نبلش بمحاضرة اليوم يلا بسم الله اليوم راح نبلش اول حاجة بالنيمونيا شو يعني النيمونيا هي عبارة عن عندنا اللي هو البرانكيميا كيف يعني برانكيميا بيحكي لك هسا في عندنا الرئة الرئة الها تيشو الها انسجة فبانسجة التيش بانسجة اللون بانسجة الرئة تمام بيكون فيها انفلمنتار تمام فاللكمونيا هي التهاب في انسجة الرئة تمام بدنا نميز وين مش يعني ممكن ما يكون في الرئة كلها ممكن بس في الانسجة وممكن يتطور المرض تبع النيمونيا ويصير بكل الرئة تمام راح ناخده كمان شوي فاول حاجة بدنا نعرف شو هو النيمونيا هو التهاب بلانسجة تمام تابعون من انسجة اللونغ الرئة. اوكي? اوكي. بدنا نعرف انه يعني السبب الشائع الاكتر لمرض النيمونيا اللي هو عدوى. تمام? طب ممكن العدوى تجيني من ثلاث اماكن. تمام? او تجيني عن ثلاث طرق. اوكي? اول طريقة ممكن تجيني هالانفكشن من كميونيتي اوكورد نيمونيا اللي هو السي اي بي. شو يعني الكميونيتي اوكورد نيمونيا? بيحكي لك هون اكتبوها على جنب. كتير مهمة. تمام? وبتيجي شامل. اللي هي developed outside of hospital or during first. عنا اللي هو 24 ساعة. of hospitalization. تمام? تمام. شو اللي انا حكيتو? بيحكي لك عم بيجي انفكشن. تمام? وخلى معو نيمونيا مش حكينا نيمونيا هي عبارة عن انفكشن او انفلمنتري بانسجة اللونج بانسجة الرئة. من وين اجت هاي الانفكشن? من وين اجه هاد الالتهاب? بيحكي لك تتور outside of hospital. يعني خارج المستشفى. يعني السبب الاول مش من المستشفى. لا هو من خارج المستشفى او ممكن during first 24 ساعة من يعني اول يوم دخل فيه المستشفى. فهو صار معو نيمونيا او من بره مثلا من الانفيرومنت اللي بعيش فيها. من شغله. تمام? هاي هي الكميونيتي اوكرد نيمونيا. تمام? تمام. اسبابها ما بيهمونا. اوكي? تاني حاجة او تاني طريقة ممكن يصير عنا انفكشن وصير عنا نيمونيا اللي هو اه اه من اسمها يعني تماني واربعين ساعة في المستشفى او اكثر. يعني صلوا بالمستشفى. اه يومين او اكثر فنتيجة قاعدته في المستشفى من يومين واكثر صار عنده او ممكن اه صار عنده انفكشن وهاضي خلى عنده نيمونيا. تمام? تمام. والسبب الثالث والاخير اللي هو من اللي هو الجهاز التنفس الاصطناعي. تمام? ممكن اه من من يعني نفس الجهاز يكون فيه تمام? وينقلو للمريض لما يحطو له اياه. تمام? تمام. هدول تلات اسباب لانتقال ويخلي عندي شو نيمونيا. اوكي? اوكي. فاكتب اول الوحدة تمام? تمام. والتاني حكينا لو بيتطور الانفيكشن نتيجة وجوده افتر اربعة وتمانين ساعة بالمستشفى او اكثر من هيك. اوكي? اوكي. والتالتة اللي هو من جهاز التنفسي اوكي? اوكي. متذكرين انا لما حكيت لكم عن اللنغ في المحاضرة الاولى. حكينا في عنا الرئة. عنا رايت وعنا لفت. صح? عنا يمين وعنا شمال. الرايت تمام? حكينا فيها ثري لوب. فيها ثري لوب. صح? واللفت حكينا فيها تو لوب. اوكي? اوكي. فبيحكي لك ممكن. تمام? مش بس النيمونيا تكون في انسجة اللنغ في انسجة الرئة. ممكن يتطور موضوع النيمونيا ويصير في اللوبر. يصير في اللوب الموجودة باللنغ. تمام? تمام. ممكن اه تصير في اللوبر. هاي هاللوبر نيمونيا. تمام? اللي هي تكون ممكن في ون اور مور لوب. يعني ممكن بواحدة من هاللوب. تمام? او اكتر. اوكي? اوكي. وتاني ممكن نيمونيا يتطور. يصير عندي برونكو نيمونيا. لما بدنا نميز او نحفظ الكلام اللي بيكون عبارة عن اه جهازين او بارتين سوا. برونكو. اللي هي ايش? القصبات الهوائية. نيمونيا. حكينا ايش? اللي هو التهاب في انسجة الرئاة. تمام? فصاري عنا هون. صوتي راح. بس عند حنين ولا عند الكل? لا هون لازم اوكل. صوتي موجود دي جماعة الخير ولا لا? حنين بتحكي انه صوتي راح. اللي عم بيحضر يحكي اللي صوتي موجود ولا لا? لا عادي. شوف حنين يمكن من النت عندك. اوكي فعندي اللي برونكو نيمونيا تمام اللي هو بيكون انا عندي هون النيمونيا راحة لويتش اورجنل يعني لعضو تاني ممكن وان او مور يعني لعضو واحد او غير يعني ممكن مش بس للي برونكو ممكن يروح لبارت اه تانية. اوكي اوكي. اوكي اوكي اوكي. تمام. اوكي 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 خلص تمام. اه اه ايش نيمونيا. تمام? فيعني صار عنا لوبر نيمونيا يعني جدا ممكن ان يصير بعده عنده برونكو يعني ينتقل هال انفكشن تمام تمام اوكي واللي ما بحكيه بيكون مو معنا اوكي اوكي اهم حاجة تمام لو ننعنوان احنا اه تريتمنت علاج لا انيمونيا نعطيه بنسلين تمام كثير مهمة هاي المعلومة العلاج بالبنسلين تمام في احنا هون بصفحة خمسين اه ما او اعرف اذا دكتورتك او اللي كان يحضر مع الدكتورت وحكت له او لا هسه هم يكتبين بكتيريال نيمونيا هالاشي غلط طباعة من الكتاب ما بدنا بكتيريال نيمونيا لا هسه فيه عندنا النيمونيا ممكن تكون تيبيكل وممكن تكون اتيبيكل تمام فبدنا نحذف كلمة بكتيريال ونحط بدالها تيبيكل تمام يعني بشكل عام تمام يعني بديصور عندنا هسه اعراض بشكل عام بسبب النيمونيا تمام شو الاعراض التيبيكل نيمونيا تمام اعراضها رح يصير عندنا اللي هي قشعريرة رح يصير عنده ارتفاع في الحرارة كتير بسرعة بترتفع حرارته من ست من تسعة وتلاتين ونص لاربعين ونص اه بصير عندنا عنا شست بصير عنده اللي هو الم في تضرو بصير عندنا تيكبينيا تسارع في النفس تمام اه مثلا هسه لما الواحد يتنفس الطبيعي ما نستخدم الاكسسوري مصل اللي هي العضلات تمام اه فهونا بحالة النيمونيا التيبيكل نيمونيا اه من الاعراض بصير هون هو عم بيتنفس المريض يستخدم الاكسسوري مصل وهذا اشي غير طبيعي تمام واخر حاجة رح يصير عنده ساينوساز اللي هو ازرقاق اوكي اوكي اه تانية علامات ممكن نقسمها احنا لاتيبيكل اللي مليمونيا تمام اللي بتكون هدش وجع راس حرارة قليلة اي عنا تكبنيا اه عنا رح يصير عندنا في البيريسي اللي هي نفس اللي البيريسي كيف بدي اوصف لكم اياها هسه في في لانج في لها زي جوانب تمام فهوناكها بيكون في بين الام تمام وميليجيا اللي هي الم بالعضلات اوكي اوكي وبصير عند اخدنا مرض كامل اللي هو التهاب او تمام لو في الحلق اوكي اوكي في عنا نوت كتير مهمة تمام شو بيحكي لك بها النوت بيحكي لك انه البلس النبض تمام بيزيد عشر النبضات او تمام بينبض عشر نبضات الزيادة كل ما ترتفع عنا درجة حرارة تمام مثلا درجة الحرارة الطبيعية من ست وثلاثين ونص لسبعة وثلاثين ونص ارتفع مثلا صارت تمانية وثلاثين ونص هم بدي اعرف انه البلس رح يزيد عندي عشر نبضات تمام في في المنت في الدقيقة اوكي اوكي بيحكي لك بيهون لكن يعاد اذا زاد اكد ايش رح يصير عنده تكب اللي هي تكيكارديا صير ايش عنده سرعة في الضقات القلب تمام لكن بيحكي لك في حالة الليمونيا ما بصير عنده تكيكارديا بصير عنده بريدي كارديا طيب كيف يا رغد ما هو عنده ارتفاع بالحرارة بما انه عنده ارتفاع بالحرارة انت حكيتي بزيد نبضته عشر نبضات في الدقيقة كيف صار عنده بريدي كارديا بيحكي لك هنا لانه الفيفر الحرارة سببها من الفيرول يعني صار عنده حرارة بسبب الفيروس تمام فلما تكون الحرارة ارتفاعها او زيادت الحرارة بسبب فيروس فهون لا رح يصير عنده بريدي كارديا تباطئ في نبض القلب تمام ومهم جدا نعرفها اوكي تالت حاجة او الموضوع اللي رح نحكي بعده الهسة اللي هو كيف نعمل احنا تشخيص للنيمونيا تمام كيف ممكن نعمل تشخيص تمام ممكن من الفيزيكال اكزيميناشن فس لو بدنا نرجع للمحاضرة الماضي حكينا الفيزيكال تاريخ المرضي كيف انا بطوله او مين بيحكيلي اياه عن طريق الاسيسمنت وانا اعمل تقييم مش حكينا باخد سبجيكتف داتا وابجيكتف داتا فالهستوري من السبجيكتف داتا هو بيحكيلي عن تاريخه المرضي تمام تمام وبرضه عنا من الفحوصات اللي بعملها الفيزيكال الاكزيميناشن اللي هو الفحص الجسدي اللي هو عبارة عن اربع شغلات وحكيناهم تمام اعيدهم اوكي 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 تاني فحص برضه ممكن اعمله اللي هو للشست تمام للصدر نعمل صورة على الشست تمام ليش لانه وين عند الصدر اه ممكن اعمل ممكن اخذ انا عينة اه ممكن اخذ برضه اعمل بالمحاضرة الاولى اللي حدركوا جهاز بنحط بالاصبع صح او ممكن اعمل اللي هو الغازات عشان اشوف اذا معه هايبوكسيا هكسو عنا هايبوكسيميا او اه برضه بقدر اعمله بلود كيميسترس اه اللي هو اخذ عينات دم تمام اه ممكن برضه اعمل بلونكوسكوبي تنظير اوكي تمام اف واش كمان اه ممكن انا برضه اعمل اللي هو عنا ثرينز اللي هو اخذ او اعمل سحب للفلود للسوائل اللي موجودة بالبلولار اللي هي الرئة تمام تمام الكمبليكيشن شو المضاعفات اللي ممكن تصير للنيمونيا تمام حكينا اه من النيمونيا اعراضها بصرع لنا بريديكارديا بصرع لنا شو بريديكارديا صح اللي هو اه طباطق في نبضات القلب تمام ما انه في طباطق بنبضات القلب شوفوا كيف بدي اربط رح يصير عنده هايبوتنشن رح يصير عنده ايش قل في الضغط تمام لانه ايش ما في عنا اوتبوت للكارديك ما في عندي دم اه عم بيطلع بي ما في اصلا انا عندي طباطق بنبضات القلب فهون اكيد رح الضغط تبعي رح يقل ما في اش يضغطه صح رح يصير عنده بلولاريوفيجين و رح يصير عنده اللي هو الديليريوم تمام تمام شو الميديكال ميجمنت او شو احنا الكوليبراتف رح نعمل ثيربي شو العلاج اللي رح يقدموه لطاقم الطبي رح يعطيهم انتيبيوتك ثيربي رح يزيدوا تمام رح يزيدوا عنده هون عنده انه بدي يمنعهم انه يعملوا اكتيبيتي اي نشاطات يضلهم مرتاحين يعطوه اوكسجين ثيربي تمام تمام اه اللي مصدنا محمد عنده ديكريز عنده 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 بيحكي لك هون اه اللي مصدنا محمد بدهم يقللوا تمام اه اللي موجودة في البرونكل مش احنا حكينا اه من اه اللي مصدنا محمد اه من الاشياء اللي ممكن يصير في النيمونيا او ينتشر النيمونيا اللي هو الالتهاب اللي بالرقة يروح على البرونكو اللي هي على الحوائسiture فا انا هون بدي اقلل اه اللي مصدنا محمد الالتهاب اللي موجود في البرونكو تمام تمام اه كيف ممكن اقلله عن طريق احط اشيا وورم اه احو اخلي الموست يعني اه انهي لااشن لو اخلي نفسه 뭐 رطب تمام يعني لما احط اكسجين ثيرابي اكيد انا بدي اخلي معه ووتر اللي هو عشان يخلي رطب تمام تمام اوكي ممكن اعطيه برونكو دايلاتورز تمام فممكن اعمله كتير اشياء تمام شو النيرسنج انترفنشن انت كممرضة شو لازم تعمل بحال عندك شخص عنده نيمونيا تمام اول حاجة وكتير مهم بديك تحافظه على اليروي عمجرة التنفس تبعه تمام كيف انا ممكن احافظ على اليروي تبعه لازم اعمل اي رو اعمل اي يعني اعمل روموفنج اي يعني ازالة لاي سيكريشن لاي افرازات موجودة عنده في الشيست تمام ممكن اعمله شيست عندنا اللي هو عندنا الفيسيو ثيرابي اللي هو العلاج الفيزيائي تمام برضو بدي اشجعه ياخده فلود انتيك مش حكينا قبل شوي من الثيرابي اني اعطيه او الطاقم الطبي يعطيه فانا بهاي الحالة بدي اشجعه ياخد الفلود تمام السوائل اي برضو الير يا ربي الير يكون ماله يومدي فيه يكون رطب تمام ليش يكون رطب حتى ما يصير عندنا جفاف في المثلا في المخاط في نفس الرئة تمام تمام دول بالنسبة شو الممرض بده يعمل تمام تمام وهم بدي احسن انه ضلو ريست مرتاح تمام اي برضو احسن الفلود تبعته تمام مطقل فهاي الاشياء اللي لازم يعملها الممرض تمام في حد عنده سؤال بالنسبة لمرض النمونيا قبل ما ندخل بمرض تاني النمونيا فيه اي سؤال له اوكي تاني مرض رح نوخده لليوم اهتمام اللي هو مين اللي هو الاتليكسيز الاتليكسيز اللي هو الانكيماش رح يصير عندنا كلابس اوف عنا ان الفيولس واللوب واللارجر لانج اليونت كيف يعني انكماش يعني الرئة مالها ممتد وحكي انا في منها اه كبيرة وفي اللفت صغيرة صح اه تمام فهونا اللي بيصير رح يصير عندنا زي انهيار او انكماش خلاص عم تخرب الرئة ومش ممكن بس الرئة برضو الاليفيولس الحويطلات الهوائية واللوب وممكن برضو تخرب كل الرئة تمام فهاي هي الانكيماش اوكي اوكي طب شو الاسباب انه ممكن يصير عند المريض انكيماش بيحكي لك ممكن نتيجة اوبستركشن اوف عنا البرونكوس ممكن نتيجة في عنا انسداد في القصبات الهوائية نتيجة موجود في عنا في عنا مثلا جسم غريب موجود في القصبات الهوائية فعمل لتسكير ومن هذا التسكير صار عندي انكماش للرئة والحويطلات الهوائية تمام تمام ممكن برضو نتيجة اللي براشر ان ذا لانكتيشو ممكن صار عنا ضغط كتير على اللانك وخلاها اه المصدنا محمد يصير لها انكيماش اوكي برضو بدنا نعرف حاجة كتير مهمة اول ساينو سبتمز اول عرض ممكن يطلع عند الشخص اللي عنده او عنده انكماش اللي هو التيومر اللي هي الورم يصير في عنا ورم وين في اللي برونكي في القصبات الهوائية طب ليش باللي برونكي لانه حكينا السبب الاول تمام انه ممكن راح يكون عنا ابستركشن انسداد في اللي برونكي تمام في القصبات الهوائية لما انه صار فيها انسداد فرح يطلع عندي ورم تمام تمام شو الاعراض تمام والعلمات اللي بتظهر عند شخص عنده الانكيماج او اللي هو اول حاجة جسبي عنا ديسبنية تمام ما حيقدر يتنفس صعوبة في النفس تمام اكيد لانه اذا الرئة خربانة انكمشت طيب من وين دي طلع الهواء فاكيد هون راح يصير عنا الديسبنية عنا برضو ازرقاق لانه اذا صعوبة في النفس فهون راح يصير عندي نقص اكسجين من نقص الاكسجين شو راح يصير عندي ازرقاق تمام راح يصير عندي اللي هو اللي هو الاحباط برضو عنا شو دخل الاحباط او الاكتئاب لانه من سبب النقص الاكسجين تمام فبطل واحد الو حيل يقوم وهيك اه عنا التكي كارديا برضو راح يصير عنا اللي هو تسارع في نبضات القلب راح يصير عندي فيفر حرارة تمام تمام هون بيحكي لك راح الشست تمام راح يعني يصير له موف يتحرك تمام ممكن يتحرك للسايد اللي على الجنب او يكون بحركة اللي هي اللي هو بحركة معاكسة تمام تمام شو الميجمنت شو الادارة اللي ممكن احنا نعملها لشخص عند الانكماش اهم حاجة بما انه انكماش للرئة فانا بدي اعطيه اوكسجين لانه منوان احنا بناخد الاكسجين او منوان بيطلع له من اللنج تمام فانا هون بدي اعطيه او احطه على جهاز اللي هو الاكسجين بدي اعمل رموف لكل لكل الافرازات اللي دخلت على الرئة او دخلت على القصبات الهوائية وعملت لها انسداد تمام برضو ممكن اعمل برونكسكوبي طب شو دخلي رغط طب احنا حكينا ممكن صريعنا اوبستركشن وين بالبرونكي فانا لا بعمل تنظير لالبرونكي وبشوف اذا فيها اوبستركشن او لا تمام تمام اه برضو بعمل اندو تريكيال الميكانيكال اه اه بيحكيلك ممكن انا برضو اعمل اللي هو اندو تريكيال تمام اللي هي بدخل انا تيوب على التريكيا تمام عرفتوا التريكيا اللي هي جزء من اللور للجهاز التنفس اللي هي من تحت حكناها برضو بالمحاضرة الماضية اوكي اوكي شو كيف انا ممكن اه اللهم ستنا محمد يكون انا اعمل يعني اه منع لالانكيماش تمام اه اهم حاجة بنظلنا احنا نشجع على ناخد نفس عميق اه برضو اه الكحة كتير منيح ليش لانه اي افرزات موجودة في اللانج فبيطلعها تمام البوزيشن دايما نعملها اه نغير البوزيشن الوضعية لتبعة المريض تمام تمام اه برضو اللهم ستنا محمد اه ممكن اه رموف عنا لتريكيو برونكيال عنا سكريشن احنا نعمل اه ازالة لالافرزات اللي موجودة في اللتريكيو في اللي برونكيال اه تمام اه برضو اللهم ستنا محمد بيحكي لك بدي انا اعلمه اعمل تيج على التكنيك اللي هو اللي سبايرو ميتر تمام اللي هو جهاز انا اي جهاز ممكن يساعدني فيه المريض اعمله اعلمه عليه لا يستخدمه تمام تمام اوكي في حد عنده سؤال بالنسبة لمرض الانكماش بدنا نعرف لانه الكماش هو كلابس تمام انهيار للحويصلات الهوائية لللوب لاللونك كامل تمام للرئة كاملة اوكي اوكي في حد عنده سؤال بالنسبة للمرض التاني اللي هو الانكماش ولا اكمل اي سؤال بيخترع بالكو اسألو اوكي اوكي اي ما انه ما في حد عم بيسأل اوكي راح اكمل راح نحكي عن المرض الثالث لمحاضرة اليوم اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو السل الرئوي تمام تمام اخدنا كثير بمواد تمام اوكي شو هو السل اوكي السل عبارة عن انفكشن ديزيز مرض معدي انفكشن تمام هو عبارة عن انفكشن ديزيز اوكي اوكي بيحكي لك انه هو شو اللي عم بحكي بيحكي لك هو عبارة عن ديزيز انفكشن المرض معدي هذا المرض المعدي بيبلش شوين بيبلش بانسجة التيشو تبعت الرئة تمام بيبلش بانسجة الرئة بعد ما بيبلش بانسجة الرئة تمام يصير في يعني انفكشن فيها بيبلش يترانزميت ينتقل بينتقل للدماغ للكلاء للعظم للنفنود وبرضو للسبين اللي هو العمود الفقري تمام تمام هاد هو اللي بيعنا اللي هو التي بي اوكي اللي هو السل الرئوي اوكي اهم حاجة ومعلومة كتير مهمة شو هو الكوزاتف ايجنت شو هو السبب لا يصير عنا تي بي اللي هو مايك اللي هي اللي هي بكتيريا اسمها مايكو بكتيريا وكتير مهم هادو الاشي تمام تمام كيف ممكن يصير عنا ترانزميتشن مش ما احنا حكينا انه هو مرض معدي كيف ممكن ينتقل ممكن ينتقل عن طريق اللي هي الحكي القف العطس تمام فهو بينتشر عن طريق الاربون يا ربي اللي هو الهوى تمام اللي هو عم بينتقل به الهوى وانت عم تحكي او انت لما بتكحي بيطع رداد او لما تعطسي تمام فا اه هاي انتقال لالتي بي اوكي بينتشر بين بيرسن 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 يعني من شخص لشخص اوكي اوكي بدنا نعرف شغلة كتير مهمة مين هم من هم الاشخاص الخطرين انه يصير عندهم تمام اول حاجة اللي هم اللي هو بتواصل مع شخص عنده تمام مثلا فلان عنده بروح انا مثلا اتواصل معه فاكيد انا هنا شخص رح يكون عندي خطر اني اصيب بالتي بي لانه ما لو حكينا بنتقل عن طريق الهوى لما احكي معه لما يعطس يكح بوجهي كل هذا رح ينقل لي تمام تاني حاجة اللي هو الامنوكو منك من بيرسن اللي هو شخص اللي عندهم الاميونتي مناعتهم القليلة تمام اللي عندهم منعههم قليلة هدول عندهم خطر انهم يصيبهم برضو اللي بياخد ذلك ابس اللي هو الادمان اللي بيد منه عالادوية برضو من الناس الخطر انهم خطرين يصير معهم تمام تمام برضو اللي عندهم كرونيك مثلا عندهم امراض مزمنة تمام مثل كروني كرانيا الفيلر اللي هو فشل في الكلية مثل الديام السكري تمام مثل عنده او عامل غاستروكتومي او اللي هو عامل عملية بالغاسترو او مش عملية اللي هو مركب تيوب تمام او العامل اسفكتومي اللي هو عامل يعني استقصال للغاسترو تمام تمام عندنا الهيلث كير بوركر برضو الناس زي احنا الممرضين مثلا اللي بيشتغلوا بالمستشفى بقدموا رعاية صحية تمام اهدول برضو خطر يصير معهم تي بي تمام هاي بالنسبة للمواضيع اللي ممكن او الناس اللي بيصير معهم تي بي من الناس الهاي رسك تمام تمام السويتس اللي هو رح يتعرق في النايت في الليل عشر يصير عنده شست بين الم في الصدر تمام وراح يصير عنده بريستيسن استيسن استيس تنت اه اللي هو كف اللي هو يكوح بكحة مستمرة تمام تمام ممكن من الكحة يطلع عنده ايش هيمو بلد تمام هيمو بيتيسن اللي هو يطلع مع الكحة دم اوك اوك شو الدايجنوزز كيف ممكن انا اعمل تشخيص والله اعرف هاد الشخص عنده تي بي او لا تمام والله عندي هاي الاعراض لكن لسه ما مو متأكد اذا هي تي بي او لا تمام ممكن انا من التشخيص اعرف اذا هو معه تي بي او لا اللي هو عن طريق الهستوري عن طريق الفيزيكال الفحص الجسدي والتاريخ المرضي عن طريق الصورة للشيست اكس راي تمام برضو عن طريق ناخد عينة ونعمل لها الزراعة واهم حاجة تمام اللي هي اللي بيعتمدوها يعني دايما اللي هو فحص اللي هو التي بي نعمل اللي هو تست نعمل فحص للتي بي كيف انا بعمله فحص عن طريق كل هاتنا بنعرفه اللي هو بيحطوه انتراديرمل انتراديرمل يعني على ع نفس تمام ما بيدخلوها لجوه تمام بس بيزاوي خمستاش اوكي على تمام على ايدو من فوق شوية بيعملو او بيحطو مثلا اللي مصدنا محمد الانجيكشن بيكون عبارة الانجيكشن شو جواتها الابرة بيكون جواتها اللي هو بيرفيت بو بروتين اللي هو بي بي دي تمام فهذا بيحطوه انتراديرمل تمام على جلده وحتى نعمل فحص اللي هو تمام طبعا منحدد وين السايت اللي هو مكان ما انا اعطيته وشو اسم الابرة وموت الوكت تمام ليش بيبني الوكت والتاريخ عشان لازم انا بعد يومين او ثلاثة ايام لازم الاحد تغير اذا صار عندي تغيرات تمام رحك نحكي عنها كمان شوي فانا هاي التغيرات ممكن تخليني اشك او ما عطي بي او او اكيد ما عطي بي تمام تمام شو هاي المصدى محمد التغيرات اللي بتصير بعد ما اعمل انا هذا التست تمام بحكي لك اول اشي اذا كان اللي هو المقدار التوسع للابرة اللي انا اعطيتها في الانتراديرمل في جلده تمام من زيرو لاربعة ام ام تمام فانا ما في ما عنده تي بي تمام اما اللهم صدنا محمد كانت خمسة برضو هون ايش بشوكي يعني لسه مو متأكدة يعني مو على الاكيد معه تي بي اوكي اما اذا كان التوسع للابرة اللي انا اعطيتها اكتر من عشرة تمام عشرة واكتر فانا هون بتأكد انه معه لو تيوبر كلوس تمام معه تي بي لو السل الرئوي اوكي وكتير مهم متى هادا الاشي النتيجة بتطلع من بعد من تمانية واربعين لا اتنين وسبعين ساعة من يومين لثلاثة ايام اوكي اوكي شو الميديكال ميجمينت بحكي لك هون الادوية مو حفظ الميديكيشن بعطيه انا ادوية من ستة شهر لتناشة شهر تمام بعدين برجع بعد السنة برضه ما بهمنا شو الميديكيشن مو حفظ تمام تمام شو المضاعفات اللي ممكن تصير عند اللي هو اللي هو المصند محمد حكينا من الاعراض رح يصير عنده فقدان شهية ورح يصير عنده يقل وزنه طب اكيد من المضاعفات يصير عنده سوء في التغذية لانه ما عم بو فاقد شهيته فاكيد هون تغذيته رح تصير مال سوء فيها صح تمام بحكي لك الميديكيشن اللي احنا عم نعطيها هن اوكي ممكن يخيصير لها اكيد اثار جانبية شو هاي الاثار الجانبية ممكن التهاب في الكبد او يصير عندنا مشاكل او تغيرات في الجهاز العصبي تمام تمام اه وبحكي لك احنا ممكن ينتشر التي بي تمام اه فهذا اكيد يعني اذا انتشر التي بي تمام فهونا المضاعفة كتير يعني مصيبة تمام تمام عشان هيك لما نكون في عندنا نحاول احنا بريفينت هايها اخر واحدة بريفينت العدوى تمام برضو من للنيرسنج بدنا نزوده بالفلويد تمام بالسوائل اه بدنا نحافظ على على نفسه طب شو دخل بالتي بي ما هو جماعة الخير عم بيصير في اللنج في الرئة والرئة هي اللي بتعطينا الهواء اوكي برضو بدي اعطيه اوكسجين تمام اه واحطيه برضو احط مع دايما الاكسجين يا جماعة الخير لازم يكون لازم يكون رطب تمام حتى ما يصير عندنا جفاف اه بالميوكس تمام تمام اه هنا بدي اعزز من الاكتيفتي تبعته واحاول قدر الامكان اضبط تغذيته تمام لانه ليش حكينا من المضاعفات انه يصير عنده مياه تسوق في التغذية تمام تمام في حد عنده بالنسبة لهاي الامراض اوكي اعطوني اي ري اكشن حتى لو ما عندكم سؤالي حكولي لا اي حاجة جماعة الخير جماعة الخير خلنا نتعاون مالكو هيك من نعصد اوكي 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 يعني متل ما بدكم اه رح نحكي تمام اه المصدى محمد رح نكمل عن امراض مجموعة امراض تمام سوا بنحطهم احنا بجروب تمام بنسمي هذا الجروب السي او بي دي ما بحرف اسأل هالسؤال ولا لا ما بحرف اذا رح تشاركه لكن اخذنا بالمحاضرة الماضية مرض تمام وحكينا هذا المرض رح نعتبره من السي او بي دي في لسي احد رح يحكيلي ولا امشي يلا اللي بدى تحكيلي تكتب والحد ما انا اشرح لكم شو هو السي او بي دي السي او بي دي اللي هو عبارة عن كرونيك ابستركتب بلومناري دي زيز تمام هو عبارة كرونيك ابستركتب بلومناري دي زيز بحكيلك هي عبارة عبارة عن امراض الي بت stranger يعني في الرئة بتكون يعني ما لها مستمرة مستمرة يعني المرة الماضية اتوقع انسيت اوضح لكم شو الفرق بين الريسابابل وريسابابل هاي الكلمة تمام شو هو الله عليك يا شيخها هاي حكت كرونيك برونكايتس صح ابدعتي اه اوكي اه برجه بحكي لكم الكرونيك بلونيري ديزيز هو بيكون عنا ديزيز امراض تمام اه في اللانج ما عم بيطلع ويدخل الهوى صح في الرئة تمام تمام بما انه مرض مزمن يعني الريسابابل شو الفرق بين الريسابابل والريسابابل تمام اللي هو اللي هم صلصين لمحمد الريسابابل يعني صعب ترجع اللانج زي ما هي يعني صعب تمام اه الرئة ترجع لزي ما كانت طبيعية هون بنحكيها الريسابابل تمام وممكن امراض تكون ريسابابل لا ممرض ومنعطيه تريتمنت بترجع الامور طبيعية ولا كأنه كان معوها المرض تمام فبدنا نعرف هون الكرونيك ابستركتب بلونيري ديزيز هي امراض الريسابابل ما بتخلي الرئة ترجع زي ما كانت خلص عليها العوض شكرا جدا للمشاركة الله طلاب بيرفكت لكم والله صح كلكم صح حكيتم تمام اه فمنرجع عم نحكي انه هي عبارة عن ديزيز بي الارفولو رديوس ان or in or out يعني هذا الديزيز تمام ما عم بيخلي تدخل ويطلع الهوى للرئة يعني بيكون قليل جدا عندنا رديوس قلة بادخال وخروج الهوى من اللنغ تمام تمام شو هم الامراض عندنا الانفيزيما تمام وعندنا الازمة وعندنا الكرونيك برونكايتس اللي اخدناها المرة الماضي وحكينا هدول الامراض عندنا السي او بي دي هدول مجموعة ثلاث امراض الانفيزيما وازمة وكرونيك برونكايتس هدول الريسيبابل ديزيز يعني امراض ما بترجع اللنغ زي ما كانت تمام تمام اه بدنا نعرف شو الرسك فاكتور شو العوامل الخطر اللي ممكن تعمل لنا سي او بي دي اللي هو عند السموكينج عند الاربوليشن اللي هو المتلوث اه برضو ممكن اللي كان يحضر معي صحة مجتمع كنت احكي لهم دايما اربط بمين بالموظفين تمام فهي مكان العمل بيكون مثلا هون متلوث وبيأثر على العمال تمام تمام عنا اللي كان من فينستيشن شو العلامات الاعراض اوكي اه اللي راح نخذها يعني شاملة لمين للسي او بي دي بعدين راح نبلش مرض مرض اوكي اوكي الاعراض الى السي او بي دي اللي هو عند ديسيبنية صعوبة في النفس اكيد ليش صعوبة في النفس طب يا جماعة الخير هايو بيحكي لك روديوس قلة بادخال و اه خروج الهوى للنغ للرئة تمام تمام راح يصير عنده كف كحة تمام راح يصير عنده وايت لوس يقل وزنه تمام راح هنا في النفس وهو عم يعمل تنفس راح يستخدم الاكسسوري مسل وقبل شوي حكينا الاكسسوري مسل مو طبيعي ان نستخدمها واحنا بنعمل تمام تمام راح يطلع عنا اللي هو سبتم بروديكشن تمام راح يصير عندنا انتاج لا اللي هو السبتم تمام عنا شو المضاعفات اللي ممكن تصير بعد ما يكون عنده امراض من السي او بي دي تمام اول حاجة راح يصير عنده خلص صار عنده فشل بالجهاز التنفسي ممكن يصير عنده اللي هي اللي هو انكيماش حسا حكينا عنه مرض كامل طب ش يعني اتلاكسسس يلا نعيد سوا بسرعة حكينا هو كلابس تمام ومين بي الاوليفيس من الحويصلات الهوائية وفي اللوب وفي مين وفي اللانج تمام تمام نيمونيا حكينا النيمونيا هي عبارة عن انفلمنتاري التهاب وين في التيش وفي الانسجة تبعة اللانج تمام وحكينا ممكن ينتشر لالبرونكي ولاللوبر تبعة اللانج تمام تبعة الرئة برضو من المضاعفات اللي هو النوموثوريكس وكمان شوي راح ناخد تعريف النوموثوريكس اللي هو بيكون في عنا اير هوى بالرئة تمام وبرضو عنا اخر مضاعفة اللي هو البلومناري هايبر تنشن بصير عنا ضغط عالي على الرئة تمام تمام هدول المضاعفات لامين لمجموعة السي او بي دي تمام تمام شو الميديكال ميجمنت شو الميديكال ميجمنت الادارة لامراض السي او بي دي بدنا نعطيهم برونكو دايليشن اللي هو نوسع القصبات الهوائية طب شو دخل طب يا جماعة الخير اللي برونكيوين في اللونج تمام احنا اذا وستعنا القصبات الهوائية ممكن تاعدنا انه يصير عنا اكتر او يعني يتنفس بطريقة احسن او ما يضل الهواء اللي عم يدخل و عم يطلع يعني قليل تمام تمام اكيد لازم اعطيه اوكسجين ثيربي و بدنا يا جماعة الخير اه في عنا النوت هاي كتير مهمة الاوكسجين يا جماعة الخير لازم بفلوريت يكون معين لانه اذا كان الفلوريت يعني الفلوريت قصدي انا فيها اه اللهم صنده محمد الكمية الاوكسجين اللي انا بدي اعطيها تمام لازم ننتبه لها لانه ممكن اذا انا اعطيت هاي من الاوكسجين يقلب الموضوع ضد العلاج اللي انا بدي اعمله تمام فلازم نكون احنا مهتمين جدا بالفلوريت اللي كتب لنا يا الدكتور تمام تمام عنا شو الادارة اوكي اه بيحكي لك اه ممكن احنا نعملهم او او اكيد بدنا نحسن من تبادل الغازات بدنا نعمل رموب لاي سيكريشن موجودة في اللي برونكل في القصبات اه بدنا نمنع اي انفكشن يدخل على اللي برونكل بلومناري تمام نحاول انه ما يدخل عنا انفكشن لانه عم بنزيد دي الطينا بلا تمام تمام عنا بدنا نعمل مثلا اي بريثنج اكسرسايز اند ريسبرتوري ترينيج مثلا ندربهم انهم يعملوا اه ياخدوا دي بريثنج يتنفسوا تمام تمام لانه هون يعني بكون ايش النفس عندهم الاكسجين اللي عم بيدخل قليل تمام حتى اللي عم بيطلع قليل تمام تمام اوكي اه اللهم اصلا صلنا محمد ايش كمان وين وصلنا برضو بدنا نمنعهم انه ما يدخن تمام يتجنب حتى انه يتعامل مع حد بيدخن تمام تمام وبدنا نعطيهم من تماني لعشر كاسات من الفلود تمام نخلي تغذيتهم تكون تمام تمام ونستخدم اللي هو السبايروميتر اوكي اوكي في حد سؤال او اي حاجة بالنسبة لا خلينا نربط يعني كل المضاعفات وينها في الرئة ما في عنا مضاعفة هون صارت في الكارديك في القلب مثلا تمام فانا هون بدي اربط انه بلبلومناري هو ديزز وين بلبلومناري حكي انا صح بما انه بلبلومناري اكيد الكومبيكيشن وين رح تروح بلرئة تمام مثلا زي الاتليكتس هز هي انكيماش في الرئة النيمونيا هي التهاب الرئة تمام النوموثوليكس برضو هوا في الرئة اوكي بما انه الرئة هي المسؤولة تماما عن التنفس فأكيد هنا إذا خربت هالنمو إذا خربت هالبلومناري هاللنج خربت أكيد رح يفشل عند الجهاز التنفسي تمام في حد عنده سؤال ولا أكمل أول مرض رح نحكي عنه بالنسبة للCOBD اللي هو الأزمة تمام مين هي الأزمة الأزمة بيحكي لك هي عبارة إنها من نيكرونيك أمشترك في بلومناري ديزيز تمام المصدنا محمد بيحكي لك هون من خصائص هاي كتير مهمة من خصائص الأزمة تمام كنا قبل شوي نحكي إنه أمراض COBD يعني ما بترجع اللنج زي ما كانت لكن هون بيحكي لك من خصائص الأزمة اللي بتختلف عن أمراض التانية الموجودة في السي أو بي دي إنها ممكن تعمل لي إري سبابل ممكن ترجع لي اللنج زي ما كانت بس الأزمة تمام بس مراض الأزمة بدنا نعرف حاجة إنه هي المصدنا محمد لا بتصيب أكتر الشلدهود كم كمية الأكسجين نازم نعطيها هذا هذا الإشي ما يعني مش أنت اللي بتقرره الدكتور بيقرر لك حسب اللي هو كدش نسبة الأكسجين اللي عنده أو كدش عنده هاي بوكسيا كدش عنده اللي هو نقص أكسجين تمام تمام في يعني كل مرة الفلوريت بكون يعني غير أوكي راح نكمل على الأزمة بيحكي لك في عنا طيب أوف أزمة تمام ممكن الأزمة تكون نتيجة ألارجيك نتيجة حساسية تمام وممكن تكون اللي هو الإيديوباثيك اللي هي نفسها معناها يعني بسبب غير حساسية تمام تمام بدنا نعرف أنه العوامل اللي ممكن تعمل لنا أزمة تمام زي اللي أنه عم بيتعرض للبرد كتير عم بيصير في عندي إنفيكشن في الرسبروتاري تراكت في الجهاز التنفسي ممكن برضه الإموشن اللي هو الحالة العاطفية تمام تمام هون ممكن تخلي عنده أزمة تمام برضه عندنا الفارموكوليجيكال إيجان ستش أز عندنا الـ NSAID زي ممكن لك برضه في عندنا أدوية اللي هي مين اللي هو الـ anti-inflammatory drug اللي هي non-steroidal anti-inflammatory drug non-steroidal anti-inflammatory drug تمام ممكن هاي الأمراض شو تعمل لنا تعمل لنا أزمة تمام تمام ثالث نوع للأزمة اللي هو ميكسد أزمة يعني بيكون ألرجيك ونن ألرجيك بيكون سوى تمام يعني بيجمعهم عوامل أو أسباب بتكون ألرجيك ونن ألرجيك أو اللي هو الإيدوباثيك تعال تعال ورد 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 شوية بس خلي زكريا يوطي صوته زكريا يوطي صوته اوكي أسفع المقاطعة اوكي 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 وين وصلنا اوكي وصلنا عند اللي هنا الثلاث أنواع اللي هو حكناهم ألرجيك والإيدوباثيك واللي هو الميكسد أزمة تمام تمام وخلينا متذكرين أنه الأزمة هي المختلفة عن الأمراض الثانية من السي أو بي دي إنها ممكن تعمل لنا عنا ريسبابل يعني ممكن ترجع لنا الرئة بعد التريتمنت بعد العلاج ترجع الرئة تمام 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 عنا اللي كلينيك المين في نستيشن شو الأعراض للأزمة رح يصير عندها كف وتكون دراي جافة هالكحة ديسبنية صعوبة في النفس ويزنج صفير والويزنج أكتر إشي يعني بكون ملائع كتير مبين بيحكي لك الأزمتك ممكن يعني تصير أكثر في الأوكر أك نايت في الليل تمام اوكي ايش كمان؟ ممكن يصير عندنا ساينوسيز سكندري تو هايبوكسيا المصدى محمد بيحكي لك المصدى محمد مش حكيانا سي أو بي دي رح يصير عندهم هايبوكسيا رح يصير عندهم نقص في الأكسجين فبحكي لك في الأزمة ممكن نتيجة الهايبوكسيا نتيجة نقص الأكسجين يصير عندنا ساينوسيز يصير عندنا أزرقاق تمام؟ تمام آه أنا مصدى محمد بيحكي لك ممكن برضو يصير عندنا سويتنج أن تيكي كارديا ديوتو سي أو تو آه ريتنشن بيحكي لك هون ممكن يصير عندنا تيكي كارديا اللي هي سرعة في نبض القلب تمام؟ ليش لانه صار عنا احتباس للسي او تو تيش تصفنو لي طيب من وين صار عنا احتباس سي او تو يا جماعة الخير مش لما عرفنا احنا الامار امراض اللي اللي بلومنر الديزيد اللي هي السي او بي دي حكينا رديوس ان اور اوت لا اللنغ تمام اللي هي الارفول اللي هي عم بيدخل قلة او قليل ما يدخل اه هو على اللنغ وقليل ما يطلع منها اوت قليل ما برضو ما يطلع منها طب وانه ما عم اصلا شو عم بيطلع من الرئة سي او تو مش احنا عم بناخد الاكسجن ومنطلع سي او تو فهون ما قل لا عم تشتغل الرئة فهون السي او تو عم بينحبس جو الجسم فنتيجة الانحباس للسي او تو فصار عنا تيكي كارديو اوكي عنا الديجنوستيك افوليشن ممكن كيف نعمل تخشخيص عن طريق الفاميلي او الانبيرومنت تبعته اه ممكن عن طريق الاكيوبشنال الاكيوبشنال حكينا عمله تمام تمام ممكن المصندة محمد نعمل له تست الى السكن تمام اذا عنده اللارجيك حساسيا من نوع معين او من حاجة بتخلي عنده ازمة تمام برضو نعمل له الشيست اكس راي تمام تمام بيحكيلك هون شغلة كتير مهمة 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 شو هي بيحكيلك لما انا اعمل له شيست اكس راي اللي هي صورة اشع على صدره تمام رح الاقي تمام عندي اوكي ركزوا معي عندي اللنغ الرئة بتكون هايبر انفليشن تكون منتفخة كثير تمام وديها فارقم فلاتد بيكون مسطح تمام وهذا الاشي ابنورمالتس اشي غير طبيعي انه تكون اللنغ منتفخة والحجاب الحاجز اه فلاتد مسطح تمام فبالشيست اكس راي لما يبين عندي هايبر انفليشن لا اللنغ و اه فليت يعني فليتد لا الديافارقم للحجاب الحاجز فانا هون اه بعرف انه عنده ازمة تمام وبرضه عشان عنده هايبوكسيا لونه نقص اكسجين انا اه بعمله عشان اتأكد او عشان اعرف شو الفليلوريت اللي رح اعطيه اعطيه الدكتور عن طريق فحص الاي بي جي اس اللي هو انا اشوف الغازات تمام تمام شو الكمبليكيشن شو المضاعفات اللي ممكن تصير تمام في الازمة او نتيجة الازمة رح يصير عنا اللي هو ستيت ازمتك يعني يصير عنا الازمة تكون سي بير كتير شديدة تمام يصير عنا الازمة كتير شديدة اوك اوك انا مستطيع لو محمد بحكي لك نتيجة ممكن هنا الازمة اي او لما يصير عنا سيبير ازمتك تمام يعني ازمة كتير قوية ممكن يصير عنا rib عنده فاكتور اللي هو يتكسر الرب اللي هو الربسي جماعة الخير شايفين القصبات الهوائية هما. يعني ممكن يصير نيمونيا وممكن يصير عنا وعنا هايبوكسيميا. شو الادوية راح اعطيه عنا اللي هو الكورتوكو ستيرويد تمام. راح اعطيه اللي هو البيتا ايجنت عنا مثل اللي عنا الفنتولاين. راح اعطيه برونكو دايلاترز. برونكو دايلاترز. شو الادارة التمرضية. راح احنا نضلنا نقيم له البريثنج تبعه. البلس النب تبعه لانه حكنا بصير معه تيكي كارديا. اه برضو اه امسلنا محمد اه بدي اعطيه بدي اعطيه يعني حسب ما بيوصف الدكتور. اه اللهم صلنا محمد. وبدنا نحطه ببوزة شان تكون سيتنج. تمام اللي هو قاعد. اه بحكيك في هون عوامل بتصير تمام اه قبل الازمة. زي ممكن حساسية ممكن يصير عنده في اه ممكن انه محمد نتيجة حكينا نتيجة محمد العواطف ممكن يصير عندنا ازمة فهون ممكن من القلق والاكتئاب والزعل عم بصير صار عنده ازمة وبرضه نتيجة ممكن معينة تمام تمام ممكن نتيجة ان شاء الله رح ناخد مرض كامل عنه بوحدة المعدة تمام 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 هيك بالنسبة للازمة في عنده حد سؤال بالنسبة للازمة موقع غرفتي انه طيحت على الملعب تبعي اخواني الله ان شاء الله ما تكون واصل الصوت تمام في حد عنده سؤال ولا اكملي جماعة الخير تعبتو يلا ضايل عندنا اشياء كتير تافه خلص اوكي يلا رح نكمل عن المرض الثاني اللي بي او بمجموعة السي او بي دي اللي هو من الانفزيما تمام بلومناري انفزيما تمام اللي بصير هون بلياكوا تعرفوا حاجة تمام عنا اللي هم صدر المحمد اللي برونكلس تمام اللي هي القصبات الهوائية او الحويصالات الهوائية تمام تمام بتكون نورمال بهذا الشكل تمام لما يصير عنا ازم الانفزيما بصير الها انتفاخ بصير الها ديستراكشن تمام بصير عنا انتفاخ باللي برونكلس تمام فالازمة هي ابستراكشن ايه ابستراكشن لو انتفاخ تمام في مين في اللي برونكلس تمام فهي انتفاخ باللي برونكلس واهم حاجة نعرف انه هي يعني ما بترجع اللانج زي ما كانت تمام تمام فهي عبارة عن ديستل عنا ديستل عنا تيرمانال برونكولس عنا وذ ديستركشن عنا سيبتا تمام فهون بصير عنا لهم سيدنا محمد للقصبات الهوائية اللي بتكون الطرفية يعني اللي عالطرف تمام ما لها بصير لها ديستركشن مثلها ديستركشن اللي هو انتفاخ تمام تمام شو الاسباب انه ممكن صار عنا انفيزيما اللي هو التدخين وعننا اهم حاجة ركزه معي كتير بلازمة بروتين ابنورمالتي شو هاضي رغا دي جماعة الخير في عنا بروتين اختصاره او اسمه اي وان اي تي اي وان اي تي تمام هذا اللي بروتين تمام هو بيكون وين موجود في اللنغ في الرئة بيكون موجود في الرئة او بيعطي مرونة للرئة تمام تمام لكن بهاي الحالة في حالة الانفيزيما هاضي اي وان اي تي هاضي البروتين بيقل بيكون قليل تمام بيكون قليل اوكي لما يكون قليل ويدخل عنا انفلمنتري او يدخل عنا انفيكشن لا الرئة رح يعمل للرئة تدمير كامل ويفقد مرونتها طيب اوكي حكينا وظيفة ال اي وان اي تي انو يعطي مرونة لا الرئة طب مش موجود او قليل جدا عندي فهون الرئة رح تفقد مرونتها تمام وراح تصير عندنا الحويصلات الهوائية تمام والممرات الهوائية منتفخة عشان هيك بصير عنا انتفاخ بالحويصلات الهوائية نتيجة نقص في ال اي وان اي تي هذا بروتين وين موجود في الرئة تمام تمام اوكي اه امصدنا محمد شو كمان هايو بيحكي لك عنا انفلميشن حكينا بدخل على البرونكي اوكي تمام هون رح نحكي حاجة كتير مهمة تمام ركزوا معي اخذنا باول محاضرة شايفين كيف احنا كم من مرة حكيت اخذنا في المحاضرة الاولى فالأضلت بيعتمد على بعضه تمام فمهم جدا نربط بين المحاضرة اللي قبل والان تمام بكل المحاضرة فاخذنا بالمحاضرة الاولى جماعة الخير في عنا ديميتر محيط للشست لمين للصدر صح وحكينا المحيط الصدر بنقاس اللي هو انتيرير بوستيرير من الامام للخارج صح وحكينا النورمل المحيط طبعه من واحد لاثنين صح حضحكنا من واحد لاثنين لكن في حالة الامفيزيما تمام بيصير عندي انكريز اوف انتيرير بوستيرير ديميتر بيزيد عندي محيط الصدر تمام طلع كيف منتفخ تمام فبيصير من واحد لواحد تمام تمام هاي منسميها الحالة بيكون منتفخ يعني بيكون المحيط طبعه مش طبيعي تمام تمام كرونيك رح عندي ويزن رح صعوبة في النفس اللي هو نفس ها ديسبنية رح صار عندي تيكبنية المصدر محمد رح صار عندي انيروكس اللي هو ضعف عام ورح صار عندي هون كتير مهم الو اللي هي الاورد الموجود في النيك رح تكون كتير ظاهرة عرق تمام تمام شو الدايجنوزز عن طريق الشيست اكس راي برضو رح يلاكي متل الازمة رح يلاكي اللنج من تفخة وال هي هايبر انفليشن والحاجز رح يكون اللي هو مسطح تمام تمام رح نكمل على المنجمن شو ممكن امصدنا محمد بدنا نعمله الاشياء اللي بتهمنا هون بدنا اهم اشي نحاول نعمل تمام نقلل من الهايبوكسيا اللي هو عنده نحطه على تمام بدنا نمنع او بدنا نحاول نعمل تمام امصدنا محمد برضو ممكن انا اعطي اعمله ريح اللي هو اعادة تأهيل للقصبات الهوائية والرئة تمام تمام شو الميديكال شو الادوية عندنا البرونكو ديوليترز كدش هض عندنا لانه كلها اعطي الامراض وينها بالرئة والحوائص تمام تمام ممكن اعطي للانفكشن اعطي انتي مايكروبل تمام نعطي انتي مايكروبل ممكن نعطي كورتوكو ستيرويد تمام عنده صفحة ستسعة وخمسين وستين وواحد وستين واحد وستين محذوفة مو معنا بالخطة تمام مو معنا بالخطة اوكي هيك بكون خلصنا امراض اللي هي الازمة والانفيزيما والكرونيك برونكايتس حكينا عنها مين المرة الماضية تمام في حد عنده سؤال ولا اكمل يلا را يعني الاشياء اللي ضلت عندنا هيك اشياء مصطلحات هبلة تمام اليوم ان شاء الله رح نختم الشابتر بس يعني والله اخره كتير محذوف يلا عندنا رح نحكي بصفحة 62 اخرها كير اوف بيشن اه واذ عندنا اللي هو تريكوستومي تمام تريكوستومي اللي هو انا بدي احط اه فتحة تمام قبل شوي انا غلطت بحاجة الان اتذكر تأسف جدا جدا لما انا اجيت حكيت اه بكون عامل محمد غاسترو استومي تمام اللي هو انا كان قصدي مش استقصال للمعدة اصفة بكون في عنده فتحة بالمعدة تمام ما بعرف حكيتها بي وانا عم بشرح لكن خربطت الان اتذكر تمام فارجعوا عدلوها تمام اللي هو فتحة وفتحة بالمعدة تمام تمام هون رح نحكي بصفحة 62 عن التريكوكتومي استومي يا ربي اللهم صدر محمد بتكون في عنا فتحة في التريكيا بيكون عنا فتحة يعني هو بروسيجر اجراء تمام نعمل فتحة بالتريكيا تمام عارفين وين هاي شايفين هون عند ركبته هاي هالتريكيا فهم بيعملوا فتحة تمام عند التريكيا تمام تمام اوكي اه في عنا اللي هو التريكستومي تمام تريكستومي هي بحطه تيوب تمام وين في التريكيا جوه التريكيا يعني بعد ما يعملوا بروح بحطه تيوب تمام جوه هالتريكيا تمام شو الهدف اني انا اعمل هذا الاشي اول حاجة اذا بدي انا اعمل او اذا في عندي ابستركشن عندي انسداد في الابر ايروي من هو الابر ايروي يا جماعة الخير مش حكينا باول محاضرة الابر ايروي اللي هو النوز بعدين الفرينيكس بعدين اللارينكس صح هاذ ايش الابر فبحكي لك اذا كان اذا كان في عندي ابستركشن انسداد فيهم بواحد فيهم فانا هون بروح بحطله تريكستومي تيوب في التريكيا يعني في الجزء العلوي للجهاز التنفسي تمام وبركب له مثلا تيوب للأكسجين او او للغذاء مثلا اذا بدي اعمل رموب إذا كان في عندي إفرازات في التريكيا او في البرونكول فانا ممكن اركب له تمام برضو بحكي لك اذا بدي اعطي انا زي ما حقيت لكم تمام بحكي لك فيه لاني انا احط تريكستومي احط تيوب في التريكيا بعد ما انا اعمل تريكتومي بعد ما اعمل فتحة في التريكيا عندك في عندك بتكون خفيفة تمام وعندك بتكون يعني طويلة يعني يعني كيف بدأ احكي لكم لبعد فترة طويلة لتصير عنده تمام فاول حاجة مثلا ممكن صير عنده نزيف ممكن صير عندي تمام اللي هو الهوا في الرئة ممكن صير عنده اختناق ممكن صير عنده اللي هو نزيل نحمد التجلطات الهوا عندنا برضه اللي هو اللي يصير عنده انفيزيما تمام تمام يعني مضاعفات لفترة طويلة مثل عندنا اللي هو بصير عنده انسداد في المجرى التنفسي بصير عنده توسع في التريكيا تمام رح يصير عندنا مثلا للسل للخلايا الموجودة في التريكيا يصير عندها نكروس يصير موت للخلايا ممكن عدوى تمام واخر حاجة يصير عندنا ثقب بين التريكيا والإزوفاقل تمام رح نحكي ان شاء الله عن بشابتر كامل لحاله رح نحكي بصفحة 64 عن الشست الترومة تمام اللي هي الإصابات اللي بتصير على الشست على الصدر تمام شو الأسباب اللي ممكن يصير عندنا إصابة في الصدر عندنا اللي هو رود عندنا اللي هي حوادث تصير تمام عندنا الفلز السقوط مثلا بيوقع على صدره مثلا سقوط المباشر على صدره عندنا اللي هي الانفجارات تمام وعندنا اللي هو العيارات النارية تمام وال اللي هي إشي يعني حاد مثلا زي سكينة أو موس وهي الحركات بتدخل على الشست تمام بحكي لك شو رح يصير شو المرض أو اللي رح يصير في الشست تمام بحكي لك رح يقل عندي مجرى التنفس هنا رح يتغير البرشر الضغط تمام رح مثلا يصير عندي تغير في الشست في الجدار للصدر في الرب برضو بالربس اللي هي للقصبات أو شو اسمو قبل شوي حكاتها القفص الصدري يا ربي عنا برضو رح يصير لعنا تغيرات في السي ان اس شو هي السي اس اللي هو سنتر نير سي تمام تمام برضو ممكن يصير عنا انسفكيش انسفكينت اللي هو قلة بوظيفة الفانكشن بوظيفة مين المايوكاردل اللي هي في عضلة القلب تمام تمام بيحكي لك هنا شو الاسسمنت والمينجمنت اللي لازم نعملها بيحكي لك المسدر محمد لازم نكون احنا سريعين بهاي اللحظة تمام ما يوخد معنا وقت كتير في الاسسمنت اهم حاجة شو الفيزيكا اللي ممكن اعملها عن طريق اللي هو النظر اشوف اشوف ثوريكس صدره النك فين الاورد تبعت رقبته تمام بريث تمام برضو الكلر تمام اللي تبع الاسكين لون الاسكين عن الاسكيوليشن مين اللي هو السمع اسمع البريث تمام اسمع الهارت اللي هو قلبه تمام لانه بتأثر لانه عند الصدر برضو ممكن عن طريق اللمس المس الصدر اذا فيه عنده تمام تمام شو الهدف تمام من هاي الادارة اهم اشي بدنا احنا نحافظ على عمجرة تنفسه وعا وظيفة القلب والرئة تمام بدنا كمان انه امزدنا محمد الفلود يصير يعني مثلا نعمل تعويض للفلود للسوائل اللي ممكن يفقدها تمام تمام فيه عندنا تايب او شاست تروم تمام فيه عندنا انواع لاصابات الصدر تمام بيحكيلك فيه عندنا الرب فراكتور تمام بصير عندنا تكسر في القفص الصدري وين تحديدا في الفايف ثورت عندنا نايف ربت في المصد محمد الخامسة والتاسعة من الرب هم اكتر مكانين ممكن يصير فيهن كسور لما يقع على صدر تمام شو الصين وصيب تمزل الاكتر اشي يعني من شهر يعني الكومن يعني الى الشيست اللي هو البين مكان الوقعة تمام اكيد رح يصير عندنا تدر النس الم مكان البرض الوقعة الى الاصابة رح يصير عندي مصد السبازم السبازم اللي هو تشنجات تمام في العضلات تمام تمام ممكن يصير عنده في تمام بصير نفسه كتير قصير اوكي اوكي شو المنجمنت هون انا بدي احاول اقل اللو البين طبعه تمام تمام ممكن احط انا تمام على تمام اللي هو على الكسر في شغلة كتير مهمة رح نخذها اوكي شو هي اللي عندنا الفيل عندنا الفيل الفيل شست عندنا تمام شو هاي الفيل شست كتير مهمة ركزوا معي بدي احكيها بالعربي تمام عشان تكتبوها بعدين اشرحها بالانجليزي تمام تمام حسا في عنا يا جماعة الخير عنا القفص الصدري مين ما عمره مين ما فينا ما شاف القفص الصدري كنا بنعرف القفص الصدري استني ارسم لكم يعني اعمل حالي هون رسام شوي شوي القفص الصدري بيكون يعني انتو شوي يعني تحملوني بالرسم بيكون هيك يعني هون مش متصلين مع بعض صح ما في اتصال بالقصبات تابعون القفص الصدري يا ربي تابع الصدر تمام يعني هون ايش في عندي فراغ ما في اي اتصال صح صح اللي بيصير هنا تمام بدنا نعرف شغلة كتير مهمة تمام انه انا لما اوخذ النفس تمام لما اوخذ عمل عملية تنفس اوكي اتنفس صدري تمام رح يتوسع ورح يتحرك للخارج يطلع هسا انت تنفسي هاي ارتفع صدرك صح بارتفع للخارج تمام ورح يكون الضغط جوه اقل من البيئة الخارجية هذا الطبيعي الطبيعي ان تكون القصبات مش متصل مع بعض هاي اول حاجة تاني حاجة لنعمل احنا عملية التنفس رح يرتفع هاي الصدر لبرا للخارج هسا انت تنفسي هاي ارتفع انا صدري تمام لما يرتفع صدري رح يقل الضغط عن البيئة الخارجية رح يقل الضغط هون عن البيئة الخارجية تمام تمام هاذا الاشي نورمال طبيعي تمام تمام لما يصير عندي سقوط على الصدر فلان نصمح الله وقع على صدره تمام اللي بيصير تمام في عنا تمام اه او صدر محمد مش هون حكينا غير متصلين مش متصلين مع بعض في فراغ تمام فهون منسميها لما يقع على صدره ويصير كسر تمام منسمي هاذا الكسر تمام موجودة في السطر الثاني ماذا بيصير لما يقع على صدره ويقع على صدره ما في اشي متصل هون فهذا لما يقع على صدره يصير عنا تكسر هون تمام فاسم هذا التكسر في اسمه floating segment هاي اول خطوة حكينا قبل شوي انه نورمان لحركة الموفمنت لحركة الشست لما تتنفس يتوخذ انهي ليش النفس رح يطلع للبرة للخارج صح صدرك رح يرتفع لايش للخارج صح ويكون الضغط اقل من البيئة الخارجية البيئة الخارجية تمام تمام لكن لما يسرع لنا floating segment يسرع لنا كسر تمام لو احنا حكينا اللي بيكون بين القفاصات الصدرية تمام نسميه floating segment رح يصير الاختلاف انه الضغط تمام رح تدخل الضغط رح يختلف وراح لما انا اوخذ نفس القصبات الهوائية او صدري رح يدخل لجوه يعني عكس الطبيعي مش احنا حكينا لما انا اتنفس بالحالة طبيعية صدري رح يطلع لبرة للخارج بحالة floating segment في الكسر رح الصدر لما انا اتنفس يدخل لجوه يدخل لجوه تمام تمام هاي هي كل الفيل شست تمام اللي هو بصير عنا هايو during inspiration خلال ما انت تتنفسي تمام الشست بده يتوسع تمام اوكي المفروض يتوسع لكن في حالة اللي هي نفسها floating segment هون رح يصير عنا باردوكس رح يدخل لجوه رح يدخل الصدر لجوه تمام تمام فهاي كل اللي القصة فهمتوها ولا اعيدها يعني بالfloating segment رح يدخل الشست الصدر للخائر للخارج ولا رح يدخل لجوه كيف الموفمنت كيف الحركة تبعته رح تكون اوت ولا ام احكوا يعني حد يجاوبني عشان اعرف اذا فهمتوها او لا لانها بدها فهم اوكي لحد ما حد يفكر يكتب رح اكمل في صفحة عنا 66 في عنا مصطلحات بس هيك تعريف مثلا شي يعني هيمو ثوريكس هيمو من الدم ثوريكس اللي هو وين الصدر تمام تمام فعنا الهيمو ثوريكس هي collection of blood in the chest cavity اللي هو بتجمع بلد وين في chest cavity عنا النيمو ثوريكس تمام اللي هو بتجمع حكينا نيمو ثوريكس اللي تجمع الهواء فهي تجمع الair في اللي بلورال كافيتي في اللي بلورال كافيتي وخلينا نميز chest وبلورال عنا هيمو نيمو ثوريكس هيمو حكينا بلد نيمو اللي هي ايش الرئة اسفل هيمو يا ربي اللي هي الدم نيمو حكينا اللي هو التهاب تمام في الرئة تمام ثوريكس اللي هو هو فيعني صار عنا هو في النيمو في الرئة ودم فهو تجمع البلد والair في اللي بلورال كافيتي تمام تمام بحكي لك في حالة الهيمو ثوريكس والنيمو ثوريكس شو المانجمينت شو المانجمينت لا الو بحكي لك نعمل احنا اسفيريشن نعمل سحب ل لهاي الهيمو لهاي البلد او لهذا الهوا شكرا شكرا الكو يسئن رح يدخل لجوه في حالة الفلوتينج سيجمانت تمام تمام اوكي اخر اشي رح نحكي مش اخر اشي بس يعني اوكي اعتبروها هانت رح نخلص قبل الثلاث يعني ما رح ناخد ساعتين عنا التنشين عنا نيمو ثوريكس هان بيحكي لك عن النيمو ثوريكس اللي هي عبارة انه بيدخل هوا على الشست كافيتي بيدخل هوا على الشست كافيتي بردو برضو رح يصير عنا ازاحة للقلب تمام تمام بس بهمنا نعرف انه هو بيدخل الهواء على النيمو اوكي في انه هون اللي حكينا من الاصابات اللي ممكن تصير على الشست اللي هو دخول مثلا اشي حاد زي سكين اموس ابصر شو هال الاشياء على الصدر ممكن نتيجة دخول تمام يصير عندنا نيمو ثور عنده هيمو ثور نزيف تمام ويصير عنده كارديك عندنا تيم بونت شياني كارديك تيم بونت سعلا حكي لكم كارديك تيم بونت بحكي لك هو عندنا كوم بريشن اوف دا هور عندنا عنا الريزلت بحكي لك هنا بحكي عندنا الضغط في الهارت كتير يعني في ضغط عالي وين على القلب تمام تمام فهون لما يكون عندنا الضغط كتير يعني لما يكون مثلا ايش ضغط تمام على القلب فأكيد هون وظيفته او شغله راح ماله راح يقل تمام وممكن يؤدي له هو توقف القلب تمام بس بدنا نعرف تعريفه انه بيكون عندنا ضغط على القلب عندنا صفحة تماني وستين وتسعة وستين وسبعين وواحد وسبعين واثنين وسبعين وثلاثة وسبعين محذوفات احكولي اللي انا عم بحكي عنه محذوف عندكم برضو محذوف لا تتطلوا على الصفحتين هدول صدمة لانه اوكي اوكي اه يلا اخر ايش راح نحكي لليوم والله العظيم خلص والله انه اخر حاجة تمام راح نحكي بصفحة بس خبروني الصفحات اللي انا حدفتهم او مش انا اللي حدفتهم اللي انا محذوفين عندي عندكم محذوفات اكتل لحد ما حد يخبرني خليني لا مو محذوف عنا حلو لكن بالخطة محذوفين تمام بالخطة طبعة الشامل محذوفين يعني لو تيجي لهذا الجدول اللي هو محذوف عندي نفسه حكناه طلعوا نفس التعريف اللي حكناها ونفس الاعراض اللي حكناها يعني هذا الجدول مختصر لكل حاجة على الخطة على الخطة الدراسية للمالدة يسمح محذوف لا توكل عربنا محذوف يلا رح نحكي اخر اشي لليوم تمام لا تخافوا من الكتابة المهم ما رح اورجيكم الشاشة لانه انا كتاب مخربط هون فانا رح اركز احكي لكم حبة حبة هس يا جماعة الخير في صفحة 74 تمام في عندك زي 3 علب او 3 كياس صح عندكو 3 كياس هاي هدول صح هدول اول وحدة اللي هي مين اللي درينج اللي درينج هاي اول معلومة لازم نعرفها عنها تمام انها بتكون متصلة مع صدر المريض يعني هي عبارة هاد الكيس هاي شايفين في تيوب خلاص رح اورجيكم في هون تيوب تمام هاد اللي تيوب بيكون متصل مع الشست مع صدر المريض هاي اول معلومة بيكون متصل مع صدر المريض تمام تمام وبيكون متصل مع صدر جاذبية تمام من هو اوك اوك بدنا نعرف تاني حاجة الكيس هذا اوك او البوتل اسمه ووترسل ووترسل اول معلومة لازم نعرف عن الووترسل تمام انه بيحافظ على فرق الضغط بيحافظ لنا على فرق الضغط بين صدر المريض والوضع الخارجي او البيئة الخارجية اوك بيحافظ لنا على البرشر اوك تاني حاجة وكتير مهمة ممنوع اشوف فيه فقاعات يعني ما لازم هون يطلع عندي فقاعات اذا كان عندي فقاعات فبيكون عندي مشكلتين يا المشكلة الاولى بيكون المريض نفسه عنده نيمو ثوريكس عنده هوا في الرئة تمام او تاني مشكلة انه لو وجود الفقاعات انه او عندي هنا ليكج عندي تسريب تمام عندي تسريب في نفس السيستم في نفس النظام تبع البوتل او الكيس هاد تمام تمام فانا طبيعا بالووترسل لازم ممنوع اشوف فقاعات اذا شفت فقاعات راح يكون عندي شكين يا انه معه نيمو ثوريكس تمام او عندي السيستم ليكج بيكون فيه تسريب اوك 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 بدنا نعرف عن تالت واحدة اللي هو السكشن ريجولاتر تمام اللي هو اه طبيعي اشوف فيه فقاعات طبيعي اشوف فيه فقاعات اوك اوك بس اللي بحكي هو اللي معنا او اللي بهمنا تمام تمام بصفحة اه خمسة وسبعين تمام بدنا نعرف اول حاجة في تمام اه هو اصلا نظام بيعمل على شفط تمام السوائل الهوى تمام اكتر اشي على اه سحب او شفط من الهوى من الرئع تمام تمام اهم حاجة كل تمام مش احنا حطينا في حكيانا لازم يكون متصل مع مع سدر المريض فبحكيلك هذا التيوب لازم يكون مستقيم ما فيه اي انصداد تمام تمام تاني حاجة لازم نحكي اه الله مستطلنا محمد اه حكينا اذا شفت عندي اللي هي الفقاعات في فانا بعرف انه عندي مشكلة لازم ما اشوف لازم ما اشوف فقاعات بالواترسل تمام اذا شفتها يا بيكون عندي نومو ثوريكس او بيكون عنده ليكج بيكون عنده تسريب في السيستم تمام تمام بدنا برضه ايش من الاشياء اللي بتهمنا بهاي الصفحة يعني انا مخربش لانه وميتصار عنا مشكلة احنا والدكتورة فلا تهتموا بالخربشات اوكي قبل ما في عنا حاجة موجودة بالنقطة الثالثة اللي هو افليكشنز شايفينها افليكشنز شو معناها هي اشي طبيعي نشوفه اشي طبيعي نشوفه تمام واذا ما شفنا تمام بيكون عندي الشيستتيوب اللي تيوب تبع اللي احنا حطينه في الصدر بيكون مسكر تمام فانا طبيعي اشوف هاي الحركة كيف يعني اللي هو بيكون عندنا الهواء يعني عم بيطلعوا بينزل بحركته يعني حركته الهواء زي النفس اللي احنا عم ناخده تمام فاشي طبيعي اشوف هاي اللي منسميها تمام واذا ما شفناها فانا بعرف انه عندي الشيستتيوب نفس اللي تيوب ما له مسكر تمام فاكتبوها هي عبارة عن the air is up and the level down عندنا سيمبل موفمين تمام بحكيرك هون لازم نعمل منتر لالباشنط الراقب احنا حالة المريض نخد له الفايتل ساين تمام احنا مصدنا محمد اش كمان بدنا نعمل بدنا نشجع انكارج دباشنطو بيرث اه بريثي رب انه يتنفس ديبلي بشكل عميق تمام تمام في نقطة رابعة كتير مهمة كتير مهمة تمام شو هي اللي هي بحكي لك الشيستتيوب يعني بشكل كيف دا احكي لكم يعني اللي هو الشيستتيوب هاد التيوب اللي انا بحطه بالصدر اللي هو عن طريق البوتل تبعت الادرانيج مش حكي انا منحط عندنا شيستتيوب بحكي لك هاد الشيستتيوب مش روتيني مش اشي يعني مش اشي روتيني يعني ضلوا محطوطوا له لا ايام لا لازم نغيره تمام بحكي لك هون لازم ما يتثبت تمام لانه احنا بننقله تمام فانا مش اشي يتثبت هاد الشيست على طول تمام بحكي لك ممكن الطبيب الدكتور يحتاج انه يثبته بس لمدة 24 ساعة لمدة 24 ساعة في الصفحة 76 شو اللي بهمنا اللي بهمنا عنا الشيستي درانيج بحكي لك الشيستي درانيج تمام هي بتكون عبارة عن البوب تمام بعمل فيه عملية الشفط تمام البوب بعمل فيه عملية الشفط وهو اهم نقطة اهم نقطة جماعة الخير ركزوا معي انه يكون المستوى الدرانيج هذا يعني مستوى الكيس او البوتل تمام يكون تحت المريض تمام بيكون مش على مستوى المريض مش على مستوى المريض بحكي لك هايها ممنوع نحطه على مستوى المريض ليش لانه رح يرجع السوائل على اللنغ السوائل اللي انا عم بسحبها اذا حطيته بمستوى المريض رح ترجع شو لا الله مصد محمد لا اللنغ من اول وجديد فانا لازم ما احطها على مستوى المريض ما احطها تمام هاي الشيست درانيج اوكي اه الله بسدنا محمد شو كمان لازم انا احدد مارك ذا تايم الوقت اه اللي انا اه لا احسب كديش اللي عم بيطلعها او عم نسحبها احنا من الشيست تمام بيحكي لك هون تمام عند اشارة هاي المية بحكي لك من خلال فترة قصيرة اذا كانت الفلود تمام اكتر من مية هون انا بخبر المريض اذا كانت الفلود تمام هاي ها عم بيحكي لك اه شو تبيعنا ريبورتد اللي هيت اخبر اللي هو الطبيب اد ريكورد اسجل اذا كانت عندي افلي اكبر من ون هادرت ميلي لتر لكل ساعة اذا كانت اللي درانيج عم بتعبيري اكتر من مية ميلي لتر من السوائل في الساعة فانا هون بدي اخبر الدكتور تمام تمام بحكي لك هون بدي اشجع اه انكرج اللي هو يحط البيشنت على اه احطه انا على اه تمام على وضعي تكون اه شبه قاعد واشجعه يوخ ديب بريثنج اشجعه يضل يوخ ديب بريثنج نفس عميق فيه ان عملية اه اللي هي مسميها ميلكنج ميلكنج اللي هي اه بتكون اه اللهم سنة محمد اه باتجاه البتل يعني باتجاه تمام مش باتجاه المريض طيب يا رغد احنا وين اتجاه البتل وين اتجاه هاضة اللي حكينا تحت المريض تحت schaut المريض تمام فانا هاضو الميلكنج هاي برضو بدها تكون مش باتجاه المريض تمام مش بنفس مستوى المريض برضو لازم تكون مع البتل اللي هي مع الشست درينج يعني تحت المريض او تحت صدر المريض بالمعنى فهاي الميلكنج شو بتعمل لنا ميلكنج زي كنها بتسحب لنا كل الكتل اه الدم تمام اللي ممكن يتسكر الشستيوب تمام اي كتل ممكن تسكر الشيستيوب. احنا بنعمل لها وبتسحب لنا هاي كل الكتل. كل اللي كلت. تمام? تمام. اخر اشي ان شاء الله رح نحكيه بالوحدة الاولى. اه اللي هو الشيستيوب عنا اه درسنج. تمام? شيستيوب درسنج. اللي هو كيف احنا نغير هذا الشيستيوب. حكينا ما بدنا. اهو ما بيكون روتيني. ما بيكون دايما. وبنشاله اذا الدكتور يضطر يحطه يوم. يعني تخيله لوين. بس انه يضطر يحطه ليوم. اوكي. اوكي. فاحنا كيف نعمل له درسنج ننضفه ونغيره. بحكي لك اهم حاجة. اه اه اهم صدنا محمد. بدنا هون رموف ذا درسنج. عنا كالفري عنا بشكل يعني شوي شوي. اتجنب وانا عم بعمل او عم بشيل تمام. اه عنا ثلاثة لازم يكون. تمام لو يكون المكان نظيف واستخدم استيرل من النورمال صناين تمام. بقوزة بهاي قطنة تمام. واقعد مثلا امساح ولا اعمل تمام. تمام. مو كتير مهم. اهم حاجة تمام. امنع اي لك اي اي تسريب في الهوى تمام. بنفس التيوب اللي عم بنضفه. تمام. وانا اخر حاجة اعمل شو ديكومنتيشن. ديكومنتيشن ديكومنت اللي هو توثيق لكل حاجة عملناها. تمام? تمام. هيك بكون خلصنا الشابتة الاول. انجاز صراحة. اه بس ساعة ونص اخدنا. يعني مو ساعتين. شايفين? اه يعطيكم الالف عافية. في اي سؤال? مبسوطين زي ولا مبسوطة انا لحالي زي الهبلة. يلا رح استنى خمس دقايق اذا بدكوا اي اشي بدكوا تسولفو. اه تحكو حاجة. في ان شاء الله شرح للتنشئ على الساعة اربعة. بدألحق اشحن تليفوني. ليش بس هل كدي باخد شحن واحد هو عامل لايب. اوكي ما في اي سؤال اسكر. ربي عافيكو يا رب. الله شكرا جدا. قسعدكو يا رب. الحمد الله. ان شاء الله يكون باقي الشباتر هيك الشرح. اه ان شاء الله بكرة رح نبلش بشابتر الكاردك. اه بدو شوية انتو تركزوا. تمام? بدو تركيز شوي. يسعدك يا رب. شكرا لك جد. اه يعطيكو الالف عافية. ان شاء الله نلتقي اللي بدو يحضر تنشئة معي. اه واطفال على الساعة ستة برضو. ويعطيكو الالف عافية. وشكرا للي حضر. اه وطيكو الالف عافية.